لا بد لنا من العلم ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية ما هي مقاصد الشريعة وكيف اكتشف أبو العلاء المعري أنه رهين محابس ثلاثة نحدثكم عن أبي دلامة عندما أراد أن يتفضل على الخليفة وعن علاقة الساذج بالسادة وعن تسمية بريطانيا العظمى هل هي من العظمى؟ وعن أهل غزة الذين ابتدعوا كلمة جديدة في اللغة ونحدثكم عن مئة شيء آخر مرحبا بكم كل كسرة تسبق اللامة في لفظ الجلالة تجعلها رقيقة نقول بالله وسوى ذلك فهي فخمة الله واللام مما تميز به بين اللهجة البريطانية والأمريكية في بعض الكلام لاف بلام رقيقة معناها يضحك هذه أمريكية وبريطانيها لاف أن نعرج على النحو قليلا هذه لام التعليل في جملة وصلت لأباشرة عملي فإن قلت وصلت لأجد الكاميرا معطلة فالمعنى هنا مختلف هذه اللام نسميها لام العاقبة قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهم لم يلتقطوا نبي الله موسى لأنهم يريدون أن يكون عدوا لكن هذا ما صار يسمي الكوفيون هذه اللام لام الصيرورة وقد عد الزجاجي في كتاب اللامات إحدى وثلاثين لاما لكل منها عمل في كلام العرب قدما أنا درسوا اللغة درسا ذريعا كانت لهم عقول واعية ونفوس مثابرة تحفر عميقا في منطق الأشياء وبالغوا رحل الرجل ناقته أي وضع عليها الرحل والرحل السرج وتوابعه من أكياس مدلات على الجانبين إلى آخره المرء يشد رحاله إلى بنغازي أي يتهيأ للسفر فإن وصلها حط رحاله فيها الترحال بفتح التاء السفر وعمال الترحيل عمال المياومة الذين ينتقلون من ورشة إلى ورشة والراحلة الناقة والجمع رواحل وما يقطعه المسافر في يوم يسمى مرحلة فالمرحلة قياس طول ولكننا نستعملها اليوم لتدل على زمن المرحلة المقبلة صعبة كل هذا من الرحل أي الخرج الذي يوضع على البعير رهين المحبسين هو أبو العلاء المعري كما لقب نفسه والمحبسان عماه وبيته وذكر محبسا ثالثا هو الجسد الذي يحبس الروح وجاء المعري بالمحابس الثلاثة في البيت لثقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيثي نقول زام له على البعير أي عاد له على الجانب الآخر فكان له زميلا في الرحلة ومنها أتت الزميل رفيق العمل زججت المرأة حاجبيها أي جعلتهما مدببين مثل سن الرمح زخر يزخر زخرا امتلأ مكتبة زاخرة بالألعاب لكن ليس فيها كتب ما أكثر هذا في العالم العربي لا يضير البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر زف يزف إلي الخبر السعيد أبلغه إلي وزفت العروس أي أبلغت إلى بيت زوجها والحفل زفاف بكسر الزايد سبر يسبر سبرا قاس العمق والمسبار أداة يقاس بها عمق الجرح والمسبار أيضا جهاز يسجل الصدى ويقيس أعماق المحير أو يبحث عن السمك هذا مثال قبل التعيين نجري مقابلة لنسبر غور المتقدم الساذج البسيط البريء الذي به غفلة وسذاجة وهذا تعريب سادة الفارسية وكانت تعني القماش البسيط غير المنقوش ودرج العرب على زج الذال والجيم في الكلمات الفارسية عند تعريبها وقد عربت سادة بلا ذال ولا جيم يقال للقهوة غير المحلى سادة بريطانيا الاسم الرسمي لهذه الدولة هو المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وتضم عدة بلدان هي إنجلترا وويلزو سكوتلندا وإيرلندا الشمالية بريطانيا العظمى اسم جغرافي لا سياسي وهو يشير إلى الجزيرة الكبيرة التي تضم إنجلترا وويلزو سكوتلندا فقط بريطانيا العظمى تشبه قولنا القاهرة الكبرى ولم يسك هذا التعبير لبيان العظمى كما يتوهم الكثيرون وآية ذلك أن الألمان كانوا في إعلامهم يسمونها بريطانيا العظمى وهم يدكون مدنها بالقنابل في الحرب العالمية الثانية هو سائح وهم سياح بلياء سائر الناس معناها بقيتهم أزور إخوتي كل أسبوع وأزور سائر الأقارب في الأعياد لا نستعمل سائر بمعنى الجميع لا نقول مثلا حضر سائر الأعضاء سائر معناها البقية فقط السطر بسكون الطاء جمعها سطور والمسطر عند خبراء المخطوطات عدد الأسطر في الصفحة يقولون المخطوط الفلاني مصطرته عشرون سطر ضرب مبرح بالشدة أي شديد مصطفى كمال المتوفى سنة 1938 رئيس تركيا الأسبق ومصطفى كامل زعيم الحزب الوطني بمصر وتوفي سنة 1908 المنزلة هي المصفة وجمعها مصافة فهي منازل فلان في مصاف العظماء أي في منازل العظماء المصف المنزلة وجمعها مصافة مثال بورقته عن النسبية التي لم تتضمن أي حاشية ولا حملت اسم أي مصدر ارتقى أينشتاين إلى مصاف العباقرة وهو في السادسة والعشرين مقاصد الشريعة باب من أبواب العلم الشرعي يربط أحكام الدين بأحوال الناس ومداره على معرفة السبب الذي أدى إلى الحكم الشرعي في شأن من شؤون الواجب المحرم المباح المستحب المكروه فالتحريم لسفر المرأة مثلا وحدها سببه خطر السبي ومعرفة السبب تمكن الشارع من رفع التحريم إذا رفع السبب بوجود وسيلة نقل آمنة يفضل المتشددون أن يأخذوا الأحكام بغير ربطها بأسبابها إما درءا للتخفف والتهون في الأحكام أو لمنفعة تعود عليهم كرغبة الذكور في السيطرة على الإناث أو رغبة الحاكم في أن ينصرف الناس عن فحص الأسباب الكامنة وراء قراراته العامة عموم الناس وخاصة غير المتعلمين جيدا والعوام الجهل من العامة وعكس العامة الخاصة هذا كلام يقال للخاصة فأما العامة فلا تؤثر فيهم إلا الشعارات البراقة في الصحافة نستعمل كلمة الجمهور للعامة على أن تعبير عامة الناس ليس فيه تهجين نقول هذا أمر مقبول لدى عامة الناس غريب العامة كلمة مستهجنة وعامة الناس مستعملة العتلة المخل وهي عصا من خشب أو حديد يوضع طرفها تحت جانب الصخرة لزحزحتها وتعمل بمبدأ ذراع القوة وذراع المقاومة العقد من السنين عشر سنوات والعقد الاتفاق والعقد بكسر العين القلادة وواسطة العقد الجوهرة الكثيرة التي في وسط القلادة الغسق ظلمة أول الليل والغلس ظلمة آخر الليل وقد داخلها ضوء الصباح الغم حزن على ما فات على ولد مات ولا سبيل لرده والهم حزن لشيء قد يأتي كخسارة وشيكة الغمامة الغيمة والغمامة ما يوضع على جانبي رأس الحصان كي لا ينظر إلى الجانبين ويجفل ألف يؤلف جمع مادة كتاب فالمؤلف من يجمع المعلومات والأفكار ويفحصها ويقال له أيضا المصنف الفارك التي هجرت زوجها والفريك حبوب القمح تشوى وهي طرية وقالوا للفريك المسلوق الذي يستعيضون به عن الأرز في بعض الأطباق الفريكة وآكلوا الفريكة ربما لفظ شيئا وهو ينضغ حصاتا صغيرة أو سنا من أسنانه القمل حشرة تعيش على البدن وفي الشعر والصئبان بيض القمل والمفرد صؤاب والقملة والقملة القرادة التي تلتصق بجلد الحيوان واهتم الصدمة اللا أدري كلمة واحدة لا فراغ في وسطها مذهب من لا يؤمن ولا يكفر بالغيبيات وخاصة الدينية بل يقول لا أدري وهي الغنوصية وفرقوا تفريقات كثيرة بينهما اللفافة بكسر اللام السيجارة ما زال في جعبتنا الكنافة والثقافة والمثاقفة وهمسة التنهيد اللغة العالية المعاقم يشكو نقصا جسميا أو ذهنيا أو عصبيا سموا هؤلاء الأشخاص المتخلفين أي أنهم تخلفوا عن غيرهم في القدرات ثم المعاقين ثم ذوي الاحتياجات الخاصة ثم كأنما هم عادوا إلى كلمة المعاقين وظهر مؤخرا تعبير الذين يواجهون تحديات جسمية أو ذهنية وكل هذه المصطلحات التفافية هدفها التمويه على حقيقة أن هؤلاء الأشخاص يعانون نقصا العملية التفجيرية عبارة التفافية استعملها من لم يرد القول العملية الاستشهادية والعملية الانتحارية الإعفاء الإقالة من المنصب وهي كلمة التفافية هو بالأحرى العزل أو الإقالة البلدان النامية اسم التفافي يطلق على البلدان المتخلفة علمياً واقتصادياً السفود سيخ شيء اللحم وكتب الرافعي كتاباً غفلاً سماه على السفود هجى فيه العقاد أحفظ يحفظ أغضب والحفيظة الغضب أثارت حفيظته عندما انتقدت بلده يرزأ يوقع خسارة وغرماً هذه السفرة لن ترزأك شيئاً فالتذكرة والإقامة على حساب الشركة أخو تأتي بمعنى صاحب إنه أخو إبل وشاء وبمعنى منتسب إلى يا أخ اليمن ارتفع لي ظهر لي كنت هائماً على وجهي عندما ارتفعت لي خيمة من بعيد كأنما كان الشيء يبدو في الصحراء من بعيد غائصاً في الرمل ثم يرتفع شيئاً فشيئاً مع اقتراب المر إرم أي ضرس والتعبير فلان يحرق الأرم غيظاً أي حك أضراسه استبحر انتشر وترسخ عندما استبحرت الترجمة أخذت علوم اليونان تؤثر في الفقه وعلم الكلام أسعد أدخل السعادة في قلب غيره وأسعد عند القدماء معناها ساعدة أسعداني يا نخلتي حلواني وابكيالي من ريب هذا الزمان اعتبطه اعتبطه مات شاباً الأرض البور غير الصالحة أو غير المستصلحة للزراعة وهي الغامرة عند القدماء قال السفاح لأبي دولامة قد أقطعتك مئة جريب عامرة ومئة جريب غامرة قال أبو دولامة وما الغامرة يا أمير المؤمنين قال ما لا نبات فيه قال أبو دولامة فأنا أقطعتك خمسمائة ألف جريب غامرة من فيافي بني أسد فضحك السفاح وقال اجعلوها كلها عامرة التأتي الترفق بحسن التأتي حيلاً وبالتحايل حيناً حقق غرضه الإتاوة الضريبة قانونية كانت أم عشوائية الثائر في القديم الآخذ بالثأر هي من ثأر والثائر حديثاً من ثار على الظلم الحد عند القدماء التعريف التعريف العلمي حد المستقيم أي تعريفه أقصر خط بين نقطتين الكنافة خبز وجبل وسمن وسكر وهات من يطقنها المثاقفة التفاعل فيما بين الثقافات ويمكن تقسيم المثاقفة قسمين مثاقفة الهيمنة هي اختراق ثقافة مجتمع لمجتمع آخر على نحو محمود أو مذموم مثال ذلك دخول الثقافة الأمريكية في الطعام واللباس واللغة إلى المجتمعات الأوروبية ومثاقفة التبادل كما حدث ويحدث بين مصر وبلاد الشام فعبد الوهاب يلحن لفيروز لكنه يشكو من أن الرحبانيين يرحبنان ألحانه وهما يقولان إنهما تأثر بموسيقى عبد الوهاب واللبنانيون ينشئون صحفا ومجلات في مصر ومصر تثري بلاد الشام والعربة عموما بفنونها السينمائية وثم تتثاقف مصري سوري في المطبخ وفي الإعلام وفي الفن والأدب المذيع شخص يظن الناس أن مرتبه مرتفع جدا المكتبة مكان تباع فيه عند العرب لعب الأطفال المنافسة المحور الذي تدور عليه العملية التعليمية في بلدان كثيرة ناهيك من محور قليل القيمة يجعل الطفل تواقا للغلبة ويضعه في مواجهة مع الآخر ويحرمه لذة المشاركة ويشحن شخصيته بالقلق المنهج وأيضا المنهاج تلك الكتب التي تظن وزارة التربية والتعليم أنها مفيدة للتلامذة الوجبة والوجبات الوقعة الواحدة يأكل فيها المرء شبع بطنه وهي إفطار وغداء وعشاء وبعض الناس يدس بين الواحدة والواحدة واحدة وبعضهم لا يجد في يومه واحدة الإوزة طائر شبيه بالبطة وأطير منها برميل النفط كيل معلوم وهو مائة وتسعة وخمسون لترا يسمي أهل قطاع غزة الطائرة المسيرة التي تزن فوق رؤوسهم الزنانة سماها بعضهم الطائرة التي بدون طيار اسم طويل وسماها بعضهم المسيرة واسمها بالإنجليزية درون أي ذكر النحل وليس في العربية لذكر النحل اسم فها أنا أسميه الزنان البنفسج زهر بنفسجي وجعله بيرم أزرق أحطوك خميلة جميلة فوق صدور الغيد تسمع وتسرق يا أزرق همسة التنهيد ويا أزرق هذه من بيرم فيها ظرف كثير نعود من حيث أتينا نبدأ على اسم الله بالمجدرة هذه المجدرة الفلسطينية لن نطبخ مجدرة الآن ولكننا سنريكم كيف ستبدو عندما تطبخ المجدرة أرز وعدس وهذه المجدرة الفلسطينية فأما المجدرة اللبنانية فهي أيضا عدس وأرز ولكنهم مطبوخان حتى لا يتماهيان حتى يفقد كل منهما ماهيته الأصلية ويختلطان اختلاطا هذه عند الفلسطينيين المسلوعة المجدرة الفلسطينية تسمى في لبنان المدردرة هل تتابعونني؟ أنا نفسي لا أتابع نفسي ولكن هذا شكل المجدرة في طبقها إن كنتم ترونها كما أراها المزيد من العدس المجدرة سماها الفلسطينيون مجدرة لأن وجه طبقها يبدو منقرا كوجه المجدور أي المصاب بالجدري هذا الداء الجرثومي استؤصل من العالم عام 1977 فالجيل الجديد في أي مكان من الكرة الأرضية لا يعرف الجدري على وجوه الناس إلا أن يكون المرء شيخا فقد رأى ناسا مجدورين ها هو جوزيف ستالين جوزيف ستالين الذي أصيب بالجدري وهو في الرابعة من عمره وظل أثره في وجهه هذه طبعا صورة معالجة وزعتها السلطات السوفيتية ولكن الصورة الحقيقية لجوزيف ستالين من هي هذه كان فعلا مجدورا ووجهه منقرا كطبق المجدرة وهذا فرزدق أين الفرزدق؟ ها هو الفرزدق الرغيف وجمعه فرازد لأن الأصل فارسي برازدا ليس فيه قاف وأصر بعضهم على فرازق وقالوا في الشرح إن الفرزدق هو الرغيف الذي سقط في التنور فتلوث وتنقر هكذا كان وجه الشاعر همام بن غالب بن صعصع أبدارمي أو بعبارة أخرى الفرزدق السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة